بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عنه وكمان بيحكي عنه لامدة اكسبرشن يعني له اسمين لكن قبلش محاضرتنا في عندنا خطأ في المحاضرة رقم 18 اللي هي الأسايمنت عنده المود زميل الكوكتشف الخطأ وكتب ليه في التعليقات ايش الفكرة كانت موجودة انه كنا منحكي عن باقي القسمة تساوي ب 10 وهي كانت 590 خليني احكي لك شو المشكلة اللي صارت هون انا حكيت لك هون انه الاي هسه سالب 10 لكن اذا حطيت انا السالب فبتقريب موجب وهون شو عملت ا تساوي سالب ا باقي القسمة على ب يعني 10 باقي القسمة على ب بي قدش قيمتها 600 يعني 10 باقي القسمة على 600 تطلع النتيجة 10 لكن لما اختصرتها انا ما انتبهت انه هذا الاختصار معناته ا تساوي ا باقي القسمة على ب وهون معناته انه الاي لساتها سالب 10 فسالب 10 باقي القسمة على 600 يطلع 590 وهيطلع عندنا 590 لو بالداخلية تطلع 10 فشو بحكي له هون انه الاي تساوي سالب ا فمعناته هون الاي راح تسير قيمتها 10 هسا راح تطلع النتيجة هون 10 لانه 10 باقي القسمة على 600 هيطلع عندك النتيجة 10 سيف واعمل الران وهيطلعت عندي 10 لكن اذا هذا السطر مش موجود ساعته حيطلع عندنا قديش 590 هذا الخطأ اللي كان غير مقصود في محاضقة 18 اتمنى انه تكون الفكرة صارت واضح خلينا هسا نرجع لموضوعنا ايش فكرة الانيموس فاكشن في البداية انا علمتك الميثود بابسط طريقة هي مثلا data type integer بعدين في عندك اسم الميثود parameter هون في عندك criteria x زائد y هوا الميثود اهتياد انت اصلا عارك في تبني وبرضه علمتك في المحاضرة السابقة الفات arrow notation اللي هي تختصر الميثود على سطر واحد عندك هون integer sub integer x integer y وهنا عندنا arrow notation وهي قلنا معناته شو معناته الريتير صح وهي x زائد y وهذه الطريقتين تعلمناهم في المحاضرات السابقة اليوم ان نتعلم الانيموس او ممكن يحكي عنه شو لمدة في البداية هتنتبه انو انا عرفت هنا براميتر داخل الاقواس وعندك هنا البادي وفي نقطة ممكن ما حكيت لك اياها داخل الكل براكت شو بنحكي عنهم بادي بنحكي عن الجسم هذا بادي يعني بادي الميثود اللي هو جسمي الميثود طب ايش معنى كلمة انيموس يعني مجهول مش معروف انتبهت هون اني انا ما كتبت اسمي الميثود هتقول لي او والله مش شايف انا هون اسمي الميثود هون شو بنساوي؟ من خزن الميثود كأنه بتخزنه داخل متغير فانت كانك بتعرف متغير مثلا انتجار صام لكن بصبت يكون ميثود جوه انتجار هتحكي ليه فهون استدعينا كلمة اسمها فاكشن فان الفاكشن هون كأنها زي الاتا تايب كانك انت مثلا بتحكي انتجار دابيل و بوليان سترنج لكن شو نوع اللي اشري بتخزنه هسه هو فاكشن مش قلنا احنا الفاكشن او الميثود نفس المعنى فانت هسه قاعد بتخزن هوا الميثود داخل مين؟ داخل الصب لو بدك تنادي على هوا الميثود كيف رح تنادي عليه رح تكتب فقط صب خليني اعطيك كمان مثال نفس الفكرة بس استخدمت هون الفات الروني تيشن هنا نفس المبدأ خزنت الفات الروني تيشن كله داخل الصب وشو عرفت الصب؟ فاكشن هدوية طب انا مش فاهم شو الفكرة شو الهدف اني انا اخزن هذا الميثود داخل الصب عشان تفهم الفكرة بكل بساطة تعالي اتطبقه في الكود كيف امسح الديباك؟ من هون شايفاي لير كونسل يمسح لك كل الديباك نسكر 18 ونروح على 28 اول مثال رح يكون عندنا بدنا نعمل الماي انفو اللي وخلني احكي يعني فويت اول ايش يدي احكي له هاي براكت هتبعث لي مثلا سترينج فيرس نيام تكفي تمام؟ بعدين وهاي البادي وبدي احكي له هون اطبع لي هون برينت اطبع لي هون اللي هو الفيرس نيام يساوي دولار صاين فيرس نيام اكيد انتبهت انه هذا الميثود شو ما له؟ ما له اسم انادي عليه ما باره عن انيموس مجهول كيف ممكن استدعي عن طريق شو؟ عن طريق اني اخزنه داخل متغير مثلا بدي احكي له هذا الميثود اسمه my info مبدئيه ولزا علانه هنا عشان بيحكي لي انه هاي عبارة عن optional وممكن اخليها ايش؟ required او في حل ثاني اش كان الحل؟ ممكن تكون null او في حل ثالث اش كان؟ اللي هي default value قعب اصوي لك انا مراجع اكيد انتبهت على النقطة هاي انه صار في عنا هسه ثلاث حلول الحل الاول default value الحل الثاني quote sin mark اللي هي ممكن تكون null الحل الثالث اللي هي required هسه my info هون لزا علانه اقول لك لو سمح تضيف كمان سيمي كولك طيب ماشي الماي انفو هاي شو نوعها؟ نوعها function هاي مشكلة الحلت فانت هسه يا صديقي قاعد بتخزن هاذا الميثود كله اللي هو من نوع الانيموس الانيموس مثود داخل الماي انفو اطلع هسه كيف بعمل call للانيموس كل بساطة بحكي my info هيك خلصنا لا نفتح اقواسي و بحكي له مثلا محمد هل هيك صحيح؟ سيف وعمرا اعطاك error ليش اعطاك error؟ قال لك لانه ال my info البراميتر فيه هي عبارة عن optional فانت لازم اول اشي تكتب ال first name بعدين محمد سيف وعمرا هيها اشتغلت انتبهت انه هون الكمبيلر ما بيساعدك خصوصي لو تبعث intel argument فعشان هيك لما يستخدم الانيموس بدك تكون مركز ايش هي البراميتر راح تبعثها خلينا احولها required هل راح يكون في اختلاف وده احكيله ماي انفو وهاي بركت انتبهت انه الانيموس مثوت الانيموس فاكشن او اللمد اكسي بريشن ما بيعطيك اي تحذير هاذا الميثود المخزن دول ماي انفو انت بتقدر تنادي علي لكن تكون انت عارف شو بخزن جواته واكيد اذا وقفت على ماي انفو بحكي لك انا مش عارف شو بخزن لكن انا راح اناديه لك على الاشي المخزن جوال ماي انفو لانه نوع فاكشن فهون لازم تكتب اول اشي الفيرس نيم بعدين مثلا علي سير وعمل رن هاي فيرس نيم محمد فيرس نيم علي خلينا نطبقها مع الريتير خليك معي لسه هامل لك ملخص عشان تفهم الفكرة البساطة هنكتب هنا هانيموس ميثوت طيب اول اشي بدي احكيله انه تفي عندك رقمية انتجر اكس انتجر واي وهي فات الروني تياشن بحكيله هون مثلا اكس زائد واي ممتاز هاذا الميثوت هل بقدر انادي عليه لا عشان انه انيموس لكن ممكن شو اعمل اقول زي هيك يساوي مثلا ساب وهون بحكيله انه هاذا الميثوت عشان اقدر اخذنه جوه الساب لازم هون اعرف شو فاكشن هالسطور بدي انادي على هاذا الميثوت كيف انادي عليه بس لما اكتب كلمة ساب فافتح البركت انتبهت انه ما اعطاك ولا اي ارر مع انه هدوث انتر كويرد وهون الفكرة ان انت كتكون عارف شو مخزن جوه هاذا الفارب او خليك بشكل صح هو عباره عن ميثوت يعني عندك هنا كلمة فاكشن وبتقول لك انه السام هو عباره عن ميثوت خلانسخ الكود لا تحد مثلا سام وان هل بقدر مثلا اخزن عشرة لا لازم فقط يتخزن بداخله شو ميثوت من نوع شو من نوع الانيموس يعني ما بزبط مثلا تعمل زي هيك مثلا والله سام 2 او سام 3 يقول لك ما بزبط ليه لان لازم يكون انيموس انيموس يتخزن بهالطريقة طيب شو الفائدة نحكيها الآن بفلتر بيكون عباره عن انيموس ميثوت يعني فلتر بيكون مجهز لك مثلا الميثوت الاسم سام ويفتح لك هون اقواس وانت بتكتب الكود الموجود هون راح اذكرك في هذا الموضوع لما نوصله لكن الفكرة مثلا انا بجهز لك السماء معينة لميثوت عنطق تعريفة فاكشن سام وانت راح تكمل هذا الكود هم نسميه انيموس فاكشن باذن الله لما وصل موضوع التحديات راح اعطيك كثير امثلة على فكرة الانيموس ميثوت لكن هستفهمها كالآتي انه انا بطريقة ما احدد لك اللي هو فاكشن سام وبقول لك يلا انت اكتب هذا الكود انت اكتب الميثوت بالذكية ممكن محمد يكتب الميثوت بهالطريقة ممكن مثلا النور شو تساوي تخليها مثلا ناقص بعد اليساوي بيكون التحكم اليك قبل اليساوي بيكون التحكم مثلا لفريم مورك او انا كثا كتيم ليدر ممكن اعمل ميثودات وانتو تكملوا الكود انا عارف انه ممكن الفكرة ما تكون واضحة 100% لكن بهمني في هاي المحاضر اذا في المستقبل شفت هذه الطريقة تعرف انه هي عبارة عن انيموس ميثوت ما بيكون في اسم للميثود لكن البركت او نحكي عنها البراميتر والبادي بتخزن جوبة متغير من نوع فاكشن هون عشان تشتغل معانا فشمني احكي له مثلا عشرة هما عشرين سيف اعمل رن لماذا اطلع عنا نتيجة لانه هاي ريتير فلازم هاي اعملها خليها داخل برينت مثلا جملة طباعة اخذ الصم زي ما هي هي هيك كنترول اكس كنترول في ومثلا ابتوكين متصم تساب نعمل رن مرة ثانية الصم تساوي ثلاثين بالضبط عشرة زايد عشرين ثلاثين وهي هاي فكرتين انيموس فاكشن او الموضوع جدا بسيط و سهل اوضح لكيها اكثر هاس لو قلت له صم والصم قلت له زي هيك انتجر اكس انتجر و هاي كمان انتجر مثلا زد و هاي فات نوتياشن طبعا شا هتساوي هاسا اكس زائد واي زائد زد شو اللي يصار هون طبعا لاز اعمل زي هيك هاسا هون بعد الي يساوي مش هوا عبارة عن انيموس هتقول لي اه صم هاي من يجبته هيا دقيقة كأنك تتعامل معها شكل متغير كيف مثلا عندك انتجر اكس تعطيه مثلا خمسة بعد تنادي على اكس تعطيه عشرة فاخر قيمة تتخزن في الممري شو بتكون خمسة ولا عشرة هتقول لي عشرة هيك اخذنا و كأنك تتعامل معها بها الطريقة اول مرة انت خزنت فيها بالانيموس مثل المرة الثانية و ناديت على نفس الصم و تقول لي الله اسمع اخذ هاي كمان مثل ثاني هس النتيجة راح تختلف صح؟ هاي print هتخذ نقطبس اقتباس اتوقع في المثال الاخير دعب اشرح لك اياه الفكرة قاعدة بتوضح معك اني انا بقدر اعرف لك اسم المثل لكن المثل تكتابته هتختلف من الشخص الى الثالث سيف اعمل رن راعت ستين يس ان اول اشي كانت عشرة زائد عشرين ثلاثين زائد ثلاثين ستين و هي هاي فكرة الانيموس مثل انه كتابة الكود راح تختلف من الشخص الى الثالث اتمنى انه تكون الفكرة صارت واضحة في النهاية حب احكي لك يبدي اكتفهم من هاي المحاضرة كيف بيكون شكل الانيموس ان شاء الله في المستقبل مش اشرح في لتر هقول لك انه هذا عبارة عن انيموس اهم نقطة تتذكر انه هذا عبارة عن انيموس اتمنى انه كانت المحاضرة سهلة وبسيطة تقولي في التعليقات اذا كانت الافكار واضحة او لا ونشوفك ان شاء الله في المحاضرة القادمة و الى اللقاء